السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الإفادة حكم الزكاة في مال موقوف كوديعة ليسدد عائدة بالكامل لقسط شقة لزواج ابني إذا كان معناش غير الفلوس الوديعة دي فهتطلع إذا كانتش غير الفلوس دي اللي بنفق عليها عندي يبقى إذا وجد الفلوس دي الريع اللي بييجي كل شهر كل 3 شهر كل 6 شهر أخرج منه 10% من الريع ده أما إذا كان عندنا أموال تانية وعندنا أرصدة تانية وعندنا أموال تاني وغير المال ده يبقى أطلع 2.5% على الريع وعلى المال كله في رأس كل سنة لما يحول على المال ده الحول يبقى عندنا طريقتين إما أطلع الزكاة كل سنة 2.5% على المبلغ والريع ده إذا كنت أنا عندي أموال تانية غير الوديعة دي أما إذا كان معنديش غير المال ده وتبنفق سواء بسدد قسط الشقة لابني أو أي حاجة تانية معنديش غير الريع ده هو اللي بنفق منه هنطلع 10% من الريع هو ده الحكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوسع على الناس ويوسع على المسلمين إن شاء الله ويجعلهم من أهل سعة الرزق وأهل البركة وأهل النور ترجمة نانسي قنقر